بس بمواجهات الاهلي والترجي في مصر سواء في أستاذ القهراء أو في برج العرب ونتمنى إن شاء الله يكون السمرار لنجاحة الاهلي وفوزه على الترجي في موارات السبت القادم اللي بعتقد أنها الأهم يمكن على تاريخ مواجهات الفرقتين بشكل عام أرحب بنادي الشابانة ضيفي النهاردة في السادسة الأول وبداية نسمع تعليقه على تاريخ المواجهات بين الاثنين طبعاً نحن نتكلم على التاريخ وأرقام لكن ده ملوش أي علاقة بمواجهة السبت على أرض الواقع 90 ديه 11 قدام 11 والحاسم يكون للصاحب الأكثر توفيقاً في المواجهة نادر مساء الخير مساء الخير أبو حميد ودائماً بسعد أن أنا بكون متواجد معي في مباراة شايفها في تاريخ المواجهات بين الهلي والترجي عموماً مشابهة ظروفها ومقدماتها لمطش السبت اللي جاي ممكن يكون الفاينال بتاع 2012 بس الموضوع معكوس شوية معكوس آآ فعادلوا معنا هنا وإحنا رحنا هناك سجل 2x2x2x1 ده بالنسبة لي كان أمتع نهائي لعبه الأهلي في تاريخه أمتع من أهلي والزمالك كمتعة كورة إحنا عملنا جيم على التراجي وقتهاب كان التراجي وقتهاب يمتلك كمان عناصر زي يوسف المساكني اللعب الممرضي هو مصاب بالمناسبة وإسامة الدراجي لعيب كان يوسف المساكني بصراحة والدربالي وخليل شمام معزب شرفية كان عندهم لعبة إيلة الحقيقة كان نطايا سين لخنيسي في الهجوم لكن طبعاً نطايا سين برضو مهاجم محترم جيد طبعاً بس كبر بقى خلاص بقى بلاق كويت تقريباً صحيح لكن هي دي أسبح وبالنسبة لك عموماً على مستوى النهائيات تتكلم على 14 نهائي تقريباً وصل ليهم من نادي الأهلي في تاريخه إذا رحق منهم 11 لقب هل في مواجهة وريبة من حيث الصعوبة من حيث قوة المنافس؟ ممكن شوية تكون بتاعة 2013 قدام أورلاندو تفاصيل متشابهة أن أنت بتعدلت برا بس كانت تعادل إيجابي مش سلب تعادلنا معهم واحد تعادل إيجابي ده مفيش أجمل منه طبعاً مفيش أجمل منه 0-0 دي نتيجي خداعة جداً جداً لكن اللي متشابه شوية عيشنا الموقف ده مع مازينبي السنة مع مازينبي بالضبط بعد ما تعادلنا في ملعبهم والحمد لله أنقذنا البر بعدالة تحكمية في مباراة القياب في الهنبول اللي كان على المهاجم بتاعهم وده اللي فرق معنا جداً إن إحنا نقدر إن إحنا نتخطى مازينبي اللي هو واحد من اللي كانوا مرشحين وبالمناسبة مازينبي أصلاً خرج الترجي في السوبر ليج في الماتش اللي كان ما بينهم في السوبر ليج مازينبي هو اللي خرج الترجي في يعني لو قدرنا إن إحنا نحقق اللقب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بأمر اللي يكون الأقرب يعني هنكون عددنا كاردوزو الحقيقة عمل نقلة مع الترجي 100% يعني كاردوزو مدرب قدر يحط الترجي على الطريق الصحيح وقدر يتعامل مع الأماشة المتاحة تحت إيده بأفضل شكل ممكن 100% أنا متطفق تماماً حال الترجي اللي إحنا لعبناه يوم السابت هو هو الترجي اللي إحنا نقسمناه دعاً سفر سنة الفاتح وكان معهم واحد من أساطير الترجي نابيل معلول لور مجيل كاردوزو بالمناسبة هو جاي لهم قبل يعني بعد الموسم ما بدأ أي واحد من الأسباب اللي خلى أمان الله ما ميش هو حارس أساسي اللي فريق الترجي كان مجيل كاردوزو طريقة اللعب اللي اختلفت تماماً إحنا كنا بنشوف الترجي فريق منفتح شوية هجومياً فريق بيضغط ضغط عالي دايماً فريق بيبقى عنده مشاكل دفعية ولكن فكرة إنك سبع منشاط ما يخش مرمق ولا هدف مش بس علشان تقلق الحارس ولكن حتى الثنائية اللي كانت نقطة ضعف السنة اللي فاتت اللي كانت تعالتو جاي وياسيم رياح اختلفت تماماً السنة دي لأن بقى فيه واحد زي روجير هولو تعاوسة الملعب دا بالمناسبة التجولي دا السنة اللي فاتت لعب قدامنا مع الرجاء كان هو اللعب الأساسي في الرجاء لعب المطشين اللي في مصر والعودة اللي فرق معانا في مطش العودة لأن في مطش مصر كان حمدي فتحي لما نزل فرق جداً معانا عليه في مطش القياب حمدي فتحي لعب ليبرو رجئ هولو كان بيلعب في نص الملعب كان هو وفيه لعب تاني بس أنا مش متذكر الاسم قوي في الرجاء الانزار اللي خده كان خد ساعتها الانزار في أول 20 دقيقة حجموا بقى المطش وده اللي حصل في مطش رادس اليوم الساب لما خد انزار بعد ما تدخل على إمام عشور أصبحت تدخلاته نوعاً ما ما فيهاش قوة ما فيهاش خشونة مش أجريسيف زي ما هو معتاد أنا بالنسبة لي شاف أنهما رغم عندهم اتنين برازليين ولكن المحترف الأفضل في فريق التراجي هو هولو أفضل من يانساس بالنسبة لي هو السمام الأمام بالنسبة الفرق يعني مثلاً لو يانساس غاب هتلاقي فيه بوشنيكا اللي هو سجل هدف بتاع ماتش سانداونز تاني اللي كان هناك لكن ده لو غاب الوضع صعب جداً لأن سلسية وسط الملعب بتاعت التراجي اللي بتتكون منه هو حسامة كار واللعب التالت غيران شعلالي قدام اللعبة الخبرة للعب قدامنا كمان السابق الفاتح طبعاً غيران من الحرس الأديم يعني بالضبط ومن اللعبة اللي بيتبني عليهم كمان مشروع التراجي الحالي السلسية دي كان لازم يكون السلسية تحت الأهلي تحت ماتش الزهاب اللي هي إمام لأن دوله كمان الأجهز إمام وأكرم ومروان لازم يوجوه والثلاثة قداموا مباراة كبيرة جداً على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الخططي أكتر ما وهي الكرة في رجلوه وده اللي الناس ممكن ما تكونش شايفة شوية مع مارسل كولر الماتش اللي فات قال لك ماتش خلص صفر صفر وما شفنا لأ لكن لما تيجي تبص على الماتش واحدة من أهم نقاط القوة اللي عند التراجي هو المهاجم رودريجز رودريجز مسجلتش ولا هدف بالمناسبة البطولة بس عامل اتنين أسست اللي اتنين أسست بطريقة اللعب المعتادة اللي حاول يطبقها قدام مارسل كولر بس ما قدرش انه يعمل دايماً كنت بتلاقي ان رودريجز بيسقط لنص الملعب أو يسقط هو اللي يستلم الكرة من اللاعب اللي بيمرر له علشان ينسس اللي هو أخطر لها في التراجي يضم للعمق أو الناحية التانية غشة يضم للعمق ودي حاول ويعملوها أكتر من مرة منها مرة خد فيها كريم فؤادة الإنذار بعد التدخل بقوة على بن علي الباكرية سعيدة هو اللي كان انطلق اللي انطلق دي ولما الحاكم اندار دي كرة اللي الناس قالت فيها انه إنذار كان لمنع ونس اللي شكت لمنع بالضبط لكن دي واحدة من الحاجات ولو تلاحظ الهدف الكرة الحمد لله هدف الضائع اللي كان في أول ثلاث دقايق بتاع رودريكز لما كان معلول بر هما استغلوا الجزئية دي هتلاقي ان غلال شعلاني وهي الكرة أصلا الناحية التانية عند بن حميدة بيشاور لهم العابه ناحية معلول الناحية التانية فاضية العابه ناحية معلول خليه يقولك بس في حاجة لقطة كده يعني هي فاتت عليها ساعة المطش أو يمكن الاعادة ما اضحتهاش لكن بعد كده أنا بشوف الهايلايتس بقى راجع الهايلايتس مرة تانية على الانترنت انا خدت بالي ان الكرة بتاعت رودريكز دي الهدف والفرصة الضائعة شو بير هو اللي شال يعني انا في المطش حسيت انه هو حطها طلعت بره المرمى واعتقد انه والحاكم حسبها اعتقد ضربة مرمى وما كانتش باينة اوي في الاعادة لكن لما تشفتها على الانترنت لا شو بير هو اللي شاير شو بير هو اللي شال الكرة ولولا اللامسة اللي عملها شو بير باطراف يعني صوابع كان زبان هادا الكرة دي ممكن كانت بيصبك جده جدا تبقى هادا انا حسيتها لما رامي ربيعة يعني بعد الكرة ما خرجت رامي ربيعة بعد ما خرجت فا بيصرخ فوش لو بيحمسه اه فانا طب ما انت بتصرخ فوش هل بتزعق له او بزعق لبعض لكن لما شرت فعلا في الاعادة لا او كان رامي ربيعة بيحمسه انه هو اللي شايل فعلا الكرة بس زي ما تقول هو الحكم حسابة ضربة مرمو فالرجالة ما حبيتش تبين له او ان احنا ايه لكن هي دي تحساب له طبعا طيب هاجم عكف ملاحظاتك اللي انت خدتها او دونتها وانت بتتبع مطش القلق الترجي هناك اللي لنا و اللي علينا لكن عايز اسألك برضو انت بتتكلم على فريق هو الاكثر خبرة مدير فني هو الاكثر خبرة ايضا على مستوى نهائيات دوري ابطال يعني مارس الكولر ده تاني نهائي بيوصله حقق لقى بالسيزن اللي فات اول موسم ليه هو بالنسبة لي انا الموسم الاصعب دايما لأي مدير فني بيمسك نادي بحجم النادي الاهلي مطلوب منه طبعا نقل افريقيا بالنسبة له يعني الهمود والمجهول بالظبط كده ورغم كده نجح في الامتحان وحقق لقى بالدوري ابطال بسيناريو صعب سيناريو معقد في مواجهة الوداد في المغرب بتكلم عن فريق معظم العناصر 70 او 80% من العناصر بتاعته بتخود النهائي الخامس على التوالي بالتالي الاول اسألك النهائي ده الترجي ده بتاعيوم السبت مقارنة بالاربع نهايات اللي خدهم الجيل ده من اللاعبين ترتيبه كم من حيث الصعوبة نهائي الترجي نفسه او يعني مطش السبت جاي لا يحدد مين بطل القارة من حيث الصعوبة مقارنة باربع نهايات مرة ضد الزمالك مرة ضد كايزر تشيبز مرتين ضد الوداد ايه الاصعب فيهم اعتقد اصعب نهائي طبعا الزمالك اصعب نهائي كان الزمالك ده بالنسبة للي كان بيحصل حوارين المباراة وبرعا ايه حاجة هي دربي ما بين اهلي وزمالك لوضع مختلف تمام ايه مباراة القارن بكل ما تحمل الكلام من معنى شقة من شقة وابا من ابا ده ده مباراة تحسم كل شيء وتحسم كل جدل ويا بخت اللي فاس بالمباراة دي ويا بخت اللي النهام فرحان قالك رصيد افشا في قلوب جباهير نادي الاهلي الى ما لنهاية ما لنهاية بسبب هو مش مكتنع هو افشا مش مدرك قيمة اللي هو عمله في المارش صحيح صحيح لكن هو افشا اللي خطف اللقط طبعا اه قرار انا دايما اقول يا احمد في الجزئية دي ان افشا لو كان اخد اي قرار تاني متعرفش مرش دك ممكن يحصل في ايه لكن فكرة انك هي قيمة لعب زي افشا ايه ولما نجي نتكلم عن مباراة الترجج كمان نتكلم عن دور افشا بس قيمة لعب زي افشا ايه انه هو عنده حسن اتخاذ القرار لما خد القرار الصحة بقى اهم قرار خده لاعب في تاريخ الاهل في المباراة النهائية قرار زي قرار ابو تريكا في 2006 انا قررت ان انا حطت وش رجلي في الكورة انا اديها 85 84 85 45 45 85 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 86 87 90 90 90 بالفوليبول بالطريقة دي وانا انا استلمها على رجبتي انت لو فيل تدريبات ممكن ما اجيبها اش يعني لشهات عشر مرات مش عارف اجيبها بس هو التوفيق علشان يعني الهلي كان يستحق انه ياخر البطولة دي طبعا عشان عارفين كل كان بيحصل حوالين المباراة دي وما قبل المباراة ففي النهاية هي هو النهاية الاصعب النهاية الاصعب ممكن اللي بعدها على طول يكون مباراة الوداد انا يعني خليني بس اسمح لي ان انا شيل مباراة الوداد بتاعت كذابلانك تمام ظروف هاستثنائية دي ظروف استثنائية لا يعني مش منطقة نحن لعب كرة في الاجواء دي التانية كانت الوداد السنة اللي فاتت بس خد بالك هما منهمش زنب الزنب عندنا احنا اه اه بالظل اه يعني احنا ما جاولا هكلم من اتحد افريقي لغاية النهاردة رغم ببيان النادي الاهلي اللي تكلمنا فيه من حوالي اسبوع او يمكن اكتر لغاية النهاردة لم يتم الاعلان عن نتاج التحقيقات المتعلقة باخفاء جواب الاحدي الافريقي الخاص بمباراة نهاية دورة